المساعدات الإنسانية التي يراد لها أن تكون حصانة رواضة بين الفينزوليين ما زالت تتكدس على الحدود في كولومبيا المجاورة وأيضا في جزيرة كوراساو الهولندية المواجهة لسواحل البلاد كراكاس أعلنت إغلاق الحدود البحرية مع الجزيرة وجيشها أكد استمرار الاستنفار عند الحدود لمنع أي انتهاك لأراضيها حتى لو كان بهدف إيصال المساعدات الإنسانية فيما الرئيس نيكولاس مادورو ما زال مصمما على موقفه لا لمساعدات إنسانية بمقابل سياسي هذه هي المساعدات الحقيقية التي ليست معونة إنسانية بل هي تضامن يعبر عن حب الناس دونالد ترانك المساعدة الحقيقية للناس هي تخريج أطباء بالآلاف عاما بعد عام لتأمين صحة شعوب العالم أيها الإمبراطور مادورو الذي يجدد الفينزوليون دعمهم له يوميا في قرى البلاد ومدنها شرقا وغربا تحدى زعيم المعارضة أن يدعو إلى انتخابات عامة لتأكيد خياراته المزعوم الذي أعلن نفسه رئيسا لماذا لم يدعو إلى انتخابات ليؤيد الناخبون تمرده ادعو إلى انتخابات أيها المهرج أيها المزعوم ادعو إلى انتخابات إذا كانت لديك الجرأة لكن رئيس البرلمان المنحل خوان جوايدو مصمم على اللجوء إلى الخارج إذ التقاس فراء دول الاتحاد الأوروبي في كاركاس وأعلن أن الاتحاد قدم مساعدات بالملايين لفينزولا التي يعاني شعبها أزمة منذ سنوات جراء العقوبات الأمريكية القاسية جوايدو مصمم على إدخال المساعدات إلى البلاد يوم السبت المقبل بأي شكل كان وهو أعلن في هذا الصدد أنه يؤيد تدخلا عسكريا أمريكيا لإصال تلك المساعدات أمر يرفضه مئات الآلاف من الفينزوليين الذين يؤكدون أن كرامتهم ومقدرات بلادهم ليست للبيع اشتركوا في القناة